ما هناك مالح؟ لماذا نحن؟ لماذا؟ بوادر كارثة تضرب البصرة إذ تستقبل مشاف المحافظة نحو 500 حالة تسمم خلال بضع ساعات بسبب تلوث المياه هذا ما كشفته مفوضية حقوق الإنسان التي رصدت قرابة 100 ألف حالة تسمم اليوم الحالات في محافظة البصرة تخطت 95 ألف حالة طبعا ناهيك عن حالات هي بالمئات لم تراجع المشافي الحكومية لأنه اليوم المواطن بدأ يأخذ احتياطاته من ناحية العلاجات والمغذيات وأكثر حقيقة أنا ما أشاهده وترصده فرقنا أنه هناك الكثير بل المئات من المواطنين يتم حقيقة أن يعالجون أنفسهم في البيوت البصريون وصفوا الإجراءات الحكومية والبرلمانية للحد من تفاقم تلوث المياه بالخجولة ناهيك عن موقف حكومي واضح تجاه إيران لمساهمتها الكبيرة في تلوث مياه شط العرب اليوم الحالات في مستشفى واحد فقط في مركز المدينة من رصدنا أنه من خلال أربع ساعات تخطت حالات المغس أكثر من خمس مئة الحالة ويخشى سكان البصرة تفشي الكوليرا في المحافظة فالبصريون يتهمون الحكومة بأنها لم تحمي مواطنيها من مخاطر تلوث مياه فتك منذ أشهر بمحافظات جنوب العراق أحمد الحمداني العربية البصرة